السلام عليكم اليوم جبت لكم الوصفة خاصة للمناسبات وهكذا كنت تكون عندكم الضياف ما شاء الله بنينا بزاف بالخضرة صحية احنا درت الروز فورت الخضرة لجلبانة لبيا خضراء قطعتهما كشوية شوية الخضرة اللي تعجبكم تفوروها احنا زيت لها معلقة كبيرة اليور طبيعي احنا زيت لها مايوناس خلطهم احنا زيت لها بيضة حكيت بيضة لا نستحمل ريحة في الروز احنا هي الحباب شديد المول لشكل شباب تفورو الروز في الداخل احنا بزاف يقالوني يتلاسق كي يقلبو الروز احنا لا يتلاسقش لانه مدرتلوش الزيت مدرتلوه لازم مولي يكون ناشف ما لازمش يكون عنده الماء احنا قطعت صلاطة شوية شوية ندير هكا شوية زين شوية شوية الحباب هنا فورت زرودية البطاطا البطراب اللوبيا خضرة ومبعدرت شوية زبدة شحرتهم هكا في المقلع وزيت لها شوية كاتت توابيل شوية لحشيش مجفف شوية فلفل مكسر شوية كيفاش خرجت شابة 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 بنت بلادي هاولك هنا قطع طماطيش سوريز ولا طماطيش درت لهم هكا شوية زيت زيتون والخل ولحشيش هنا درت شوية دورة درت الطونة درتها هكا في الداخل درت شوية الخيار هنا درت شوية تزين بطماطيش سوريز ومزاريلا ان شاء الله تعجبكم الوصفة هادية الحباب هنا درت زيتون ندرت زيتون ندرت زيتون خطة ولا زيتون سود هنا قطعت البيض ندرت شوية ندرت شوية فلفل قحل وفلفل مكسر ولحشيش مجفف وندرت شوية زيت زيتون في الفوق ان شاء الله تعجبكم الوصفة هادية الحباب اه نلقاكم في الوصفة الاخرى ما تنسوني شلي لايك انتاعكم البرتاج انتاعكم من فضلكم فضلا وليس امرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا